مرحبا برج العقرب اهلا فيكم عندنا اربع الاغصان يريد ان يتواصل معاك بطريقة معينة ولكن احس ان انت هنا محاط في محيطك محاط باشخاص ينتظرون منه الزلة ينتظرون ان يتشمتون فيه ما عارف ليش ولكن ما يريد ان يتواصل معاك بعلم من الاشخاص اللي ممكن يكونون اصدقاء اهل خماسيين والسيفين عنده حيرة مشاعرات تجاهك متضاربة عنده صراع داخل الصراع يقول اكلمه ولا ما اكلمه لان هنا قاعد يقول بينه وبين نفسه لو كلمت برج العقرب هل رح يرجع لي ولا مجرد اكون اضحوكة عند الناس اللي يعرفوني وعرفونا يتشمتون بالناس او مجرد يعتبرني برج العقرب رد اعتبار هل ارجع ولا ما ارجع عنده سؤال مهم سؤال كبير اشوف اكيد ارجح اوقات اوقات يكون مصمم واذا كنت انت يا برج العقرب انت اللي سحبت عليه وانت اللي قررت ان تنهي العلاقة وتدخلوه في الانفصال فكأنما اهوهنية بيعرف اش كثر انت ملتزم بالقرار اللي صنعته هل انت فعلا كنت جاد هاي الكرت يسأل هل انت كنت جاد مشاعره تجاهك هل انت جاد في انفصالك ولا في درس تريد ان تعلمني يا برج العقرب مشاعره متضاربة خليط من ايضا احس ان ما ليش احس هذا الشخص قاعد يحاول يتقرب من محيطك بطريقة غير مباشرة يعني ما يقدر مثلا او صعب ان يرفع السماعة يتصل فيك ولكن قاعد يحاول ان يكون في نفس الاماكن اللي انت ارتادها يكلم نفس الاشخاص اللي انت تكلمهم يحتك بمحيطك بالاشخاص اللي انت تشوفهم فكأنما عنده مشاعر شوق ولكنه واقف من بعيد اراقب السؤال اللي بعده هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا كرت القمر كرت القمر دائما يعني اللاوعي الامور المخبية الامور اللي احنا ما نقدر نشوفها بالعين المجردة يمكن شريكك احتمال انه برج السرطان او من الابراج المائية هني قاعد احز او النارية شريكك قاعد ما بقلك يمثل وانما قاعد يحط غشاوه على عينه عشان ما يتعامل مع موضوع الانفصال الانفصال السيف الاول ولكن مقلوب لما يكون مقلوب لا معنى اخر وثمان السيوف شريكك غير راضي عن الانفصال غير راضي عن الابتعاد ولكن احس ما نقول ليش هني احس السيناريو انه برج العقرب وهو اللي اما تسبب او اما اختار او اما استفز الشيء اللي بسببه صار الانفصال صار الابتعاد صار التغيير المفاجئ هناك شريكك قاعد يقول لي صار تغيير مفاجئ ما توقعت الانفصال حتى لو كانت بينا مشاكل حتى لو كانت في ضوضاء ضوضاء من المحيط محيطك الاشخاص اللي حولك انت يا برج العقرب فلا مو راضي ولكن يحس نسي في بيدك انت انت الوحيد شريكك يقول انت الوحيد يا برج العقرب اللي كنت تقدر توقف هاي الاشخاص عند حدهم كنت تقدر انك ما تتخلى عني كنت تقدر انك ما تتنازل بسهولة على العلاقة تحارب من اجلي ترفع السيف تحارب من اجلي الكرة كانت في ملعبك وانت اخترت بكل سهولة اهو قاعد يقول بغض النظر انه صح ولا لا انا كلمك من وجهة نظرة انه يقول لك انت بسهولة اخترت ان احنا ندخل في الانفصال من ان نظل مع بعض ونحارب يحس ان الكرة في ملعبك لحد الان لانه هنا في كرة القمر يقول لك انا على اختيارك اذا انت اخترت ان ان حارب رح ان حارب اذا انت اخترت الانفصال وانك تكون بعيد عني انا ما بيدي شيء يدي مقيدة فهو مراضي وفي نفس الوقت قاعد يقول لك ما بيدي شيء عليك برج العقرب لان انت الوحيد اللي كنت تقدر اوليك سلطة انك تتكلم في ذلك الوقت اخر سؤال ما هي خطوة القادمة الكوبين ملكة الارض رح يستعين بشخص ستة الخماسيات اشوف كذا السيناريو برج العقرب عشان اكون صريحة معاك في سيناريو هني بعد اشوف انه رح يستعين بامرأة عندها الكثير من الخيارات احتمال تكون خطابة احتمال تكون عندها الكثير من المعارف عشان توجد له شريك سريع مناسب مكافب اقرب فرصة ممكنة يمكن رح يهرب يهرب من وضع الانفصال بينكم عن طريق انه بسرعة تعرف هاي النوع من العلاقات اللي نشوفه مثلا قبل شهرين من فصل وفي الشهر الثالث خلاص يزوج مرة ثانية هاي النوع من الطاقة بعد اشوفها ولكن السيناريو هذا مو للكلترا السيناريو الثاني انه نعم يستعين بهاي المرأة اللي ممكن تكون خطابة او تجد له شريك ولكن ما يستعين بها من اجل استبدالك لا يستعين بها عشان يقرب بينك وبينها بدون ما هو يدخل يمكن انتو عندكم هني امرأة مشتركة بينكم كمعرفة كاهل كعندها تواصل معاكم مع الشريك رح يحاول ان يستخدنها ولو ان اشوف هني شريك احب يكون ممكن برج درابي احب ان يكون دسكريت او كاتون ممكن يعرف عن تفاصيل علاقتكم ولكن بالنسبة لهذا الحل الاخير او كي برج العقرم هذي كانت قراءة المنفصلين اذا خلا نشوف الحين العزاق اول شي مواصفات الشخص القادم في طريقك هذا اول سؤال عندنا تسعة الاكواب اول كلمة اول احساسياني من هذا الكارت لكم انتوبنور اللي بالعربي ما عرف شني ترجمته ببط ولكن هذا الشخص غير عن رجل الاعمال او امرأة او سيدات الاعمال هذا الشخص يوجد طرق غريبة عجيبة سهلة ومياثرة فيها الكثير من استخدام التكنولوجيا عشان يحصل على الكثير من الدخل بشكل جدا سهل بطريقة مبتكرة بطريقة تعتمد على التكنولوجيا هذا هو الانتوبنور اللي يوجد افكار جديدة طرق مختلفة ويوجد لنفسها يعني مثلا ما يقول لك من اجل ان اصل الى اهدافي في الحياة رح اصير الدكتور لا يشتغل في اشياء عبيضة سخيفة سهلة المجتمع يستهين بها ولكن تتخلى الكثير من الاموال ترى الكثير الكثير من الاموال واحسهني عنده نوع من الاعتداد بالنفس او شوية انانية شوية افتخار بالنفس لانه وصل الى هذا المستوى اوكي النجمة احتمال كبير انه برج الدلو ولكن طاقة الماء هني ممكن تكون ايضا برج سرطان انزين او حوت هو اصبح حديث الشارع ليش؟ لانه عندنا هنا ايضا تسعة سيوف في السابق هذا الشخص كان مثل الشخص اللي دائما الناس والمجتمع والجيران عايبون عليه يعتبرونه مثل القصة التحذيرية لا تصورون مثل فلان كان كاسلام في المدرسة القصص اللي نسمع ان فلان كان يرسب في المدرسة كان سيء ترك الدراسة ما واصل دراسته فشل في حياته كما تقلون وصلت وتستمر الاصطوانه الناس بنوعين هنا انتتكلمون عن نوايد وعيبون عليه ولكن لدي 9 سيوف تحولت نجاح الاكواب لجميع تبحث عن دراست فعل عنيفة تجاه المجتمع ويدحب ان يتباهى بانجازاته تشوف كل الاكواب مثل التروفيز مثل اكواب النجاح ما سيسمونهم؟ الكاس الكاس اللي يعطونا المتفوقين او اللي يفوزون بسباق تسعة قابلها بالضبط بتسعة فكأنما راجع عند مشكلة مع مجتمعها مع محيطة مع الاشخاص اللي عيبوا عليه صارت عنده نفس من عقدة النقص فهذا شيء ايجابي ايجابي ان الحين عنده اموال عنده نجاح ولكن السلبي ان هذا مبني على عدم استقرار وعدم الثقة بالنقص على خضلان على مشاعر غضب البنت تجاه المجتمع واللي حوله لان سموا يوم الايام فاشل ولكن خلا نشوف وضع الحاضي وظيفته وشكله اربعة الاخصان الفول والرجل المعلق الاحمق هنا عندنا هذا الشخص طريقة لبسه دائما مميزة طريقة مشيته كلامه حضوره دائما تختلف عن الاخرين ما تقدر الا تلاحظه لا تنسي هني عندنا الفول مع النجمة كارت برجدل وما تقدر الا انك تلاحظه مختلف متميز من بس بانجازاته ومجال العمل يشتغل فيه يعني اعموال حرة ولكن مجال جدا جديد غريب يمكن انه مثلا يسوق عن طريقة يوتيوب اشيات تذي فيه ناس كل عملهم انه مثلا يأكلون عندهم قنوات يأكلون في قنواتهم على اليوتيوب وغيره عن طريق هاي القنوات يحصلون على الاموال الطريقة غريبة ولكن الدخل والمرتوب جدا جميل هاي الفكرة اللي ابي اوصلها لك هني فيه عياب من الناس عنده شيء ايضا بخصوص شعره دائما يتبع شوي قصة اما غريبة تصريحة شعر اما غريبة اما متميزة اما شاذة احب يظهر شدوده او انجازاته شوي بطريقة ملابسه طريقة ملابسه وايت فيها بهرجة وايت فيها خلط بين الوان غريبة ولكن الجانب الايجابي ان طريقة التفكير ايضا جدا مختلفة عن المجتمع احب انه مثلا حتى يصبغ جانب من شعره بلون مختلف يعتمد على مثلا تاتو يعتمد على طريقة طريقة لبسه فيها شيء غريب اوكي ليس انسان تقليدي ابدا 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 خلا نشوف الحين كيف تتصرف مع هذا الشخص عندنا سبع السيوف ابدا لا تواجهه ابدا لا تقول الحقيقة لان هذا الشخص شوفه هنا عنده القلق والاكتئاب مو مستعد انه يسمع الحقيقة يحتاج ان يسمع امور معينة امور تشجيعية امور تبين لانك ما تحكم عليه مثل الاخرين وتفكيرك مو ضيق مثلهم كرس العالم اتشجعه اتشجعه كأنما مادر احس ويد عنده هذا الشخص حتى لو مكن برجدله عنده طاقة برجدله اللي قادم فيه طريقك احب ويقدر الشخص اللي شجعه انه يقول له روح سافر قض وقت بروحك استمتع بروحك روح يتعلم بروحك يعطي وقت خاص فيه عشان يتعلم وينمو بدون ما يخنقه بدون ما يحقسه بدون ما يقول له لازم تكون موجود في حياتي 24 ساعة و اوافق على جميع تصرفاتك اكسبه عن طريق هذا الاسلوب و اخر شيء فارس الاخصان انزيل ام الفارس هو الشخص اللي يحمل الشعلة شعلة التجدد عشان تستطيع انك تجاري شخص تفكيره دائما مبتكر وجديد و متحضر تفكيره نظيف و مختلف لازم انت تكون نفس الشيء لا تأخذ نفسك و علاقتك معه بشكل وايد جاد احس هنا وايد الرسالة لك لم يأتي هذا الشخص لازم تكون مستعد انك تتخلى عن العادات و التقاليد مثلا مثلا احنا متعودين ان لازم البنت لما تتزوج تكون حفلة زواجها كبيرة مع هذا الشخص عادي يقولك انا ما يهم من الحفلة اوكي مجرد العقد يكفيني او ممكن الحكس يقولك انا ابي حفلة الزواج تكون اكبر من اللي انتم متعودين ان تتسوونا ابيها اكبر افخم مستعد لازم هنا تكون مستعد انك تجاري و مو سهل انك تجاري عشان اكون صريحة معاك لان اشوف ويد عنده جوانب شادة وتختلف عن محيطكم عن المجتمع ولكن مادر احس ان مع بعض هني راح تبتعدون عن بيئة شوي محافظة او قديمة في التفكير راح تسافرون مع بعض تنتقلون اصير رفيقك في السفر كما هو رفيقك في الحياة ونشوف اخر جي جانب المرتبطين اول سؤال كيف يراك الشريك يا برج العقرب ملك السيوف الظهر اللي يستند عليه الشخص اللي دائما يلجأ له ويقول له عندي مشكلة كبيرة حاولت ان احلها بروحي ما قدرت حال الوقت ان انا استعين باقوى سلاح عندي من هو اقوى سلاح انت يا برج العقرب في حياتي انت بنسبالك انا ما مثل المستشهر ما يسئلك ويدخلك في امور طول الوقت يدخلك ويناقشك في اموره لما يحس انه محتاج للنصيحة ممكن ديف تتعامل مع برج هوائي ميزان طلعت طاقة برج الدلو الميزان ايضا وعندنا الجوزاء اوكي ثلاثة الاكواب انت عن طريق تصرفاتك العقلانية اللي يعتمد عليها اللي يقدر يستند عليها انت تمثل شفت المخدة المريحة اللي تخيلها تكون من ريش النعام اللي تكون نهاية اليوم نستند عليها نحط عليها راسنا ونرتاح النعام ونعرف ان في شخص ثاني راح يتحمل المتاعب المصاعب بدالنا او راح الاقل يكون معانا نستند عليها ايضا تشوفيني عند طاقة انت عندك طاقة تشوفك ان انت تبعد النميمة والقيل والقال عن علاقتكم انت حازم لما اي شخص يأتيب اخبار كاذبة او تلفيق بخصوص علاقتكم بخصوص الشراكة انت جدا ناجح ان تقطع بالسيف اي كلام اي محاولة للتخرج فهو مرتاح معك وايد مو شوي القمر القمر كأنما من احد مخاوفه انه يكون مثلا مفقل عليك اكبر اكثر من اللازم او خلي اقول شريكك عنده هني خوف انه يعتمد عليك لدرجة كبيرة عشان جدي قلت لك احطك مستشفر يعتمد عليك لدرجة كبيرة حيث انه بدونك يصير ما يعرف يتصرف ما يعرف ياخذ قرار عنده نوع من الخوف انه اوكي الحنبرج العقرب موجود في حياتي كل شي مرتب واصضل هذا الجانب الايجابي من الجانب السلبي ماذا لو رحل ماذا لو فقدت ما ابي اكون وايد اعتمد عليك اكثر من اللازم واصير ما اعرف اتصرف الا معه هو يراك احتمال ايضا ان انت من النوع اللي يمكن تاخذ الكنترول كله في يدك وتريحه لما تاخذ الكنترول وتتصرف وتقوم بالامور انت تريحه وراكف نفس الوقت في عنده مخاوف ان انا اصير مثل المعاق مو جسديا معاق في الحياة ما اعرف اتصرف ما هي نقاط قوتك في العلاقة العربة الكلمة اللي سمعتها لما شفت هذا الكرت باور كابل العربة محتاج احصانين بنفس مستوى القوة والصحة والجدارة عشان تمشي العربة تعني موفينج فورورد الحركة الى الامام بقوة ففي تناغم بينكم في توافق وكأنما هني قاعد احس الادوار واحد منكم وهو اللي يتحمل الاب غير من نقاط قوتك معاه ان انت تحمل الاب لما هو يكون تعبان ولما انت تكون تعبان هو يكون هني خلاص صار قوي بما فيه الكفاية انه ياخذ مرة ثانية دفة التحكم منك من جوانب قوتك معه تبادل الادوار لأوقات مثلا انت تكون ابيض هو يكون اسود الشلون في اللون لا فطريقة التصرفات واحد يكون هو الحكيم او العنيد او الحازن والثاني يكون اللطيف تتعاكسون الادوار دائما فيه تعاكس الادوار والطاقة وتلقف هني ايضا هذا شيء جدا ايجابي النجمة توافق هذا الشخص مو باش في توجه لنا عندنا العربة رايحة مكان معين رايحة نقطة رايحة الاتجاه توافقه حتى في طموحه في امانيه في احلامه في الحياة اللي يقعد بينه وبين نفسه يتمناها يتخيله انه راح تتحقق يوم من الايام مهم جدا ان الحصانين في هاي العربة عشان تمشي بسلامه بقوة يكونون متوجهين لنفس المكان لنفس الشيء هذا من اللقات قوة علاقتكم واخر كرت ملك الارض مع بعض في بينكم توافق مادي عجيب يمكن انت لحد الان ما ادركته يا برج العقرب او ادركته فيه ناس احنا نقول بالطريقة الشعبية فيه ناس قدمهم علينا او فال دخولهم في حياتنا سيئ من يدخلوا حياتنا اشي تتكسر في البيت الاموال تتوقف عن التدفق سبحان الله امور حياتنا تتوقف مو لانهما سيئين مش شرط مش شرط حتى يكونوا حسودين اوهما جديد اخلتهم علينا قدمهم ثقيل نقول او قدمهم نحس اوكي وفيه اشخاص توافق بينهم ماديا حتى وايد ممتاز وفيه انسجام لدرجة ان خيري على خيرك يسوي مملكة مع بعض انت تحصل ترقية انا احصل ترقية انت يأتيك ورث انا تطلع لي جائزة انا تطلع لي مثلا هدية انت ايضا تحصل على مردود عالي اموال تأتيك مع بعض الفلوس تأتينا قدمنا خير مع بعض وعلى بعض هذا جاه جدا جميل من حلاقتكم واخر سؤال كيف التواصل رح يكون بينكم لشهر اغسطس شهر ثمانية ستة الاكواب اوكي ستكونون مركزين اكثر في البيت في العلاقة الحميمة الارتباط بينكم بين بعض وقت هادئ بما معناه وقت هادئ نقضي مع بعض بدون تدخلات بدون وجود اطراف خارجية ما نحتاج نكون دائما حول الناس منعزلين عن الناس مع بعض بلانس كرت برج القوس هيني عندنا ايضا كرت طاقة الابراج الترابية و الكوب الاول هيني التوافق اللي قتلك عنه تبادل الادوار مو بس تبادل الادوار تبادل الاكواب خلال هذا الشهر مشاعركم رح تكون جدا متبادلة يعني حتى اهتمام الشريك فيك و انت اهتمامك فيه رغبتها بقضاء الوقت خاص معاك انت فقط بشكل خاص بس انا و انت رح تكون رغبة متبادلة بينك وبينه الكوب الاول احتمال كبير اذا تنتظرون حدوث حمل و خبر زواج حتى ولكن اشوفه هني حمل انا من الكوبين اللي في يد الملاقي هني يطلع علينا كوب واحد انه هني رح تكون فيه ثمرة للاختلاء و قضاء بعض الوقت مع بعض خصوصا اذا كنتم متزوجين رح يكون و يحدث ان شاء الله حمل اذا انتو فيه علاقة و لستون متزوجين رح يكون فيه مدري تلميح من الشريكة حيث بداية تلميح بداية يسألك عن ما هو رأيك في موضوع الزواج ولكن مثل الحديث الجميل اللي يفتح معاك يبينلك في جديتها و مشاعره شكرا شكرا شكرا